بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم يسعدني ويشرفني نيابة عن جميع العاملين في الهيئة العامة للإستثمار ومناطق الحرة أن أرحب بسياداتكم اليوم في افتتاح عدد المنشروعات التي أقامتها الهيئة تفعيلا لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية سيادة الرئيس لقد تشرفت الهيئة بزيارة سياداتكم في فبراير 2018 والتي أكدتم فيها على حتمية الدفع بالاستثمارات في مصر من الداخل والخارج إلى أعلى مستويتها بهدف دعم اقتصادنا الوطني ومن هذا المنطلق تحددت غايتنا زيادة حجم الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية بما يتناسب ومكانة مصر وما تملكه من مقامات جاذبة الاستثمارات الوطنية وإقليمية وعالمية سيادة الرئيس لقد ارتكزت خطة عمل الهيئة لتحقيق غايتها على ستة محاور رئيسية واسمحوا لي سياداتكم أن أستعر تلك المحاور في نقاط محددة أولا التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين فقد حرست الهيئة على افتتاح العديد من المراكز لتحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات خاصة محافظات السعيد تفعيلا لمبدأ اللامركزية مع توفير أحدى ستورك الميكانة وربط الإلكتروني بتلك المراكز فخلال الثلاث سنوات الماضية تم إنشاء سبع مراكز جديدة في محافظات الفيوم المينيا قنة الوادي الجديد الإسماعيلية بورسعيد جنوب سيناء بالإضافة إلى مركز بمحافظة قليوبية جاري تشغليه بنهاية هذا العام ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمراكز خمستاشر مركزا على مستوى الجمهورية وصل عدد الإجمالي للجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين إلى 67 جهة من جهات إصدار الترخيص ساهمت خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن في إصدار ما يزيد عن 105 ألف ترخيص لتشغيل مشروعات مما ساهم في الإشادة الدولية بأداء تلك المراكز في تحسين ممارسة الأعمال ثانيا تهيئة البيئة المنظمة لمناخ الاستثمار حيث تم تفعيل حوافظ الاستثمار والتي تضمنت حوافظ تفضيلية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات المقامة بمحافظات السعيد والمحافظات الحدودية وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر والزكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة وإحلال الوردات كما حددت الحكومة إطاراً زمانياً ملزماً لكافة الجهات للبد في طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والترخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية لتصبح خلال عشرين يوم عمل بما يحقق سرعة البد في الخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد بما يحفظ الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا معلومات وغيرها من المجالات على تأسيس هذا النوع من الشركات كما تم وضع ضوابة محددة تسمح بمنح إقامة لمستثمين الأجانب لمدة خمس سنوات وتجدد طوال مدة المشروع ثالثاً إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للطويج لمصفة عالمياً اعتمدت بشكل أساسي على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية وعيدة تمتلك مصر فيها ميزة تنفوذية وزيد تقييمة مضافة واستهداف دول وشركات عالمية وفك معايير محددة وتم تنفيذ بأساية لطبق الأبواب لعدد من الدول العربية والأوروبية بمشاركة القطاع الخاص وعقد لقاءات صنائية الممثلية المجتمع الأعمال وكوبة الشركات العاملة في مصر لتشجعيها على عدد استثمار أرباحية مرة أخرى كما تم إطلاق الإصدار السالس لخريطة مصر الاستثمارية والتي تضم حالياً أقصى من 1130 فرصة استثمارية و92 دراسة جدوة وتم طرح أقصى من 3700 فرصة استثمارية تشمل أراضي ومجتمعات صناعية كاملة المرافق والانتهاء من الطرح الإلكتروني لعدد 17 تجمع تنموي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بواقع 1140 فرصة وجاءت النتائج العملية بجذب استثمارات جديدة من مجالات اقتصادية هامة خاصة صناعة الضفاء الكرابية للصيارات والصناعات الدوائية والغزائية وصناعة الكيميائيات وتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغزالة لتخطيط احتجاجات السوق المصري والتصديل الخارج والإسهام في تعميق المكون المحلي وأحلال الوردات كل ذلك كان له أثراً في ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأقدامي المباشر لمصر بالنسبة تتجاوز 53% ليصل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام المالي 2021-222 مقابل ربع تانية مليار دولار خلال ذات الفترة من العام مالي السابق ويرجع ذلك بشكل أساسي كمحصلة لإرتفاع الصافي لاستثمار الأقدامي المباشر في الكتعات الإكرهية البتولية خلال ذات الفترة للتصل إلى 9 مليار دولار تقريباً وفقاً لبنات البنك المركزي والذي يعد أعلى مستوى لتلك الاستثمارات على مدار العشر سنوات الماضية وذلك على رغم مما يشهده العالم من أثار سلبية نتيجة عن أزمات عالمية وإقليمية رابعاً العمل على حل تحديات المستثمبين إيماناً بأن أهم وسير الطريق الاستثمار هي حل التحديات التي تواجه المستثمرين فقد تم اتخاذ الآليات التالية تكسيف جلسات اللجنة الوزارية لفضل منازعات الاستثمار وزيادة العدد الموضوعات التي تنظرها وسرعة الفصل فيها ونجح حتى اللجنة في نهاية 90% من إجمال المنازعات المعاوضة عليها منذ عام 2019 وخلال ذات الفترة تم تسوير 12 نزاع عن طريق الوساطة من خلال مركز تسوير منزعات الاستثمار بالهيئة وعلى التوازي تم تنظيم زيارات ميدانية شملت 17 محافظة وتضمنت عقد النقاءات مع المستثمرين لبحث كافة التحديات التي تواجه مشروعتهم على أرض الواقع والتوصل إلى حلول فعلية لها خمساً تدريب وتأهيل كفاءات بشرية تجيد لغة الاستثمار وأصوله ويأتي ذلك اتصاقاً مع توجهات سياداتكم الدائمة برفع قدرات العنصر البشري حيث قامت الهيئة خلال العام المالي 2021-2022 بتنفيذ 105 بنامج تدريبي ومنحة دراسية لأقسم 900 موظف العاملين بالهيئة بهدف تنمية مهارات التعامل مع المستثمرين وذلك بالتنصيق مع كبه المؤسسات المحلية والجامعات الدولية كما حرست الهيئة سيادة الرئيس على دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم البرامج التدريبية ورش العمل للشركات الناشئة في جميع مراحل مشاريعهم حيث تم تنفيذ أقصى من 650 بنامج منذ عام 2020 وحتى الآن هذا إلى جانب تأسيس أكاديمية للتدريب بالهيئة لتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار بالجهات الحكومية وتأهيل خارج الجامعات وشباب المصرين الدارسين بالخارج لإعدادهم لدخول سوق العمل حيث تم تدريب ألف ومئة متدرب من مؤسلية تلك الجهات وشباب الجامعات سادساً تطوير مناطق الحرة والتوسع في إنشاء مناطق الاستثمارية فقد قامت الهيئة بالعمل على تطوير مناطق الحرة وتوفير كافة عوامل نجاح لها ويوجد حالياً تسع مناطق حرة عامة ومتين وربعة منطقة حرة خاصة وبلغ عدد منشروعات بها ألف وخمسة وتسعين مشروع وتوفر حوالي ألف ومتين ألف فرصة عمل وقد انتهت الهيئة من تطوير منطقة الحرة العامة بمدينة النصر ووفع كفاءة البنية الأساسية بها بشكل كامل والتي لم تشهد أي تطوير منذ إنشائها في السبعينات وتبلغ مساحتها سبعمائة ستة وخمسين ألف متر مربع ووصل عدد مشروعاتها إلى أمتين وسبعة مشروع بنسبة إشغال تسع وتسعين في المية وتصل تكريفها الاستثمارية لتمانية ونصف مليار دولار وتوفر ما يقب من تسع وخمسين ألف فرصة عمل مباشرة وقد شهد العام المالي الحالي وصول صادرات المناطق الحرة السرعية الخارجية إلى ستة مليار دولار كما بلغت صادراتها الخدمية خمسة مليار دولار خلال ذات العام ومزر أهميتها في تعظيم مواد الدولة من النقد الأجنبي وجنبا إلى جنب مع تطوير مناطق الحرة تقوم الهيئة بإنشاء المزيد من مناطق الاستثمارية باعتبارها نظاما استثمارية متميزا يستهدف التنمية المتكاملة في مختلف المجالات ويوفر للمستثمر أرادن ووحدات المكتملة المرافق ويتسم ببساطة رسولة إجراءات استخراج الموافقات والترخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تشرف عليه الهيئة وقد حرست الهيئة سيدة الرئيس على أن يكون هناك عقد موحد للمناطق الاستثمارية موفقا به كافة الاشتراكات الهندسية وقد تم موجعته واعتماد من كافة الجهات المختصة وتم العمل به وفقا لتوجهات سيداتكم ويوجد حاليا عشر مناطق استثمارية قائمة تضم 1269 مشروعا تعمل في أنشطة متنوعة ما بين صناعي وتجاري وخدمي سيدة الرئيس نشهد اليوم افتتاح سيداتكم للمنطقتين الاستثماريتين ببنها وميدغام حيث جاء تنفيذهما اتصاق مع توجهات سيداتكم نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستخدال مزايا التنفسية وكل محافظة ولتسمحوا لي سيداتكم باستعراض مؤشرات تلك المناطق أولا المنطقة الاستثمارية ببنها محافظة قليوبية تم إقامة المنطقة على مساحة 46 فدان وهي مخصصة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها وتوفر أكثر من 1500 فرصة عمل وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية بالإضافة إلى 16 منفذ بيع و18 مغزن و6 وحدات تبريد ويتم تخصيص الوحدات بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عام قابلة التجديد ثانيا المنطقة الاستثمارية بميدغام محافظة دقاهلية تم إقامة المنطقة على مساحة 18 فدان وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل وتضم المنطقة 107 وحدة صناعية ويتم تخصيص الوحدات بالنظام الإيجار لمدة 15 عام قابلة التجديد وقد تم حجز جميع وحدات المنطقة بالكامل سيادة الرئيس كلمة حق ما كان أن يتحقق هذا وأن صقف التموحات لها سياداتكم ولدى الشعب المصري لا حدود له إلا حينما توفر ما يلي تأكيد الاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي أصبح سماء أساسية للصورة مصر الزهنية عالميا التمهيد السياسي المتواصل من خلال جولات سياداتكم الإقليمية والدولية التي جعلت مصر شريكاً أساسياً في الأحداث العالمية الكبرى توفي البنية الأساسية والتي تؤكد الأيام أنها أهم ركيزة للاستثمار المستثمرين وإلا ما كانت هذه المناطق الاستثمارية الجديدة طرى النور التعاون والتنصيق الدائم بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والدعم المعلم من جانب أخامتكم لتمكين القطاع الخاص سيادة الرئيس أننا نعاهد الله ونؤكد لسياداتكم باستمرار السعي على طريق البناء والإصلاح وتكريس مجهودات الهيئة العامة للإستثمار ومناطق الحرة لخدمة الاقتصاد المصري بما يتماشى مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة التي تضع مصر فيما كانتها اللائقة بين شعوب العالم وتفتح أفراقاً لمستقبل مشرك أمام شبابنا حيث ينعمون بغداً أفضل وحياة كريمة وأستاذ إنسيادتك فندم في افتتاحات الفيديو كونفرنس افتتاح المنطقة الاستثمارية ببنها محافظة قلوبية ترجمة نانسي قنقر المنطقة الاستثمارية بميد غام وحافظة قلوبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر